اشتركوا في القناة ويمثل قطاعا متناميا بسرعة لانه يشمل مجموعة واسعة من الانشطة الفضائية والتجارية والحكومية من استكشاف الفضاء لدينا شيء يسمى بالسياحة الفضائية ايضا استخلال الموارد الفضائية وتطوير البنية التحتية الفضائية ويظهر اقتصاد الفضاء امكانيات هائلة لتحفيز النمو الاقتصادي ودفع ايضا عجلة التقدم التقني وتوفير فرص اخرى ووظائف جديدة وكذلك يعني فرص جديدة للأعمال طبعا في السابق موضوع استكشاف الفضاء كان مدفوعا بالمساعر الحكومية كان لديها الحكومات لديها رغبة في التفوق الوطني ولكن الآن حقيقة اصبح مجالا يعني فيه فرص تجارية واستثمارية مثلا لدينا شركة سبيس اكس اللي اسسها الى الماسك لدينا شركة اخرى مهتمة بالفضاء اسمها بلو اوريجين هذه عبارة عن شركات تبحث عن فرص استثمارية في الفضاء فيه الآن شيء يسمى بتطوير السياحة الفضائية اطلاق الاقمار الصناعية التجارية بل وحتى التخطيط للمستعمرات الفضائية المستقبلية طبعا التقدم التكنولوجي في هذا المجال لا يقتصر فقط على تحسين كفاءة وامان السفر الفضائي بل ايضا يشمل تطوير انظمة يعني جديدة ومستحدثة واساليب مبتكرة لاستغلال والاستفادة من الموارد الفضائية طبعا اقتصاد الفضاء يوفر فرصا واسعة لابتكار والنمو الاقتصادي مثلا الاقمار الصناعية تلعب دورا حاسما في الاتصالات كذلك في موضوع الملاحة وراقبة الارض مما طبعا يفتح افاقا جديدة للتطبيقات مثلا في الزراعة في الامن في ادارة الموارد الطبيعية بالاضافة الى ذلك تساهم هذه الاقمار الصناعية في استغلال الموارد الفضائية مثلا في شيء الان يعني في البحث العلمي شيء الان يكتب عنه بحوث ويتكلمون عنه موضوع المياه من الكويكبات او المعادن من القمر يتم اخذها ودراستها والتنقيب عنها وفحص هذه المعادن والاستفادة منها ايضا تطوير اقتصاد فضائي مستدام يعني هذه من المساعي التي يتم الاشتغال عليها الان موضوع الاقتصاد الفضائي المستدام الكويكبات التي يمكن اخذها ودراستها المياه من الكويكبات المعادن من القمر وهكذا هذه كلها امور الآن تعتبر محاور في اقتصاد الفضاء طبعا ضمن التحديات لاقتصاد الفضاء مثلا الحواجز التنظيمية بين الدول وبين المؤسسات وبين المراكز كذلك المخاطر الفنية والتشغيلية يعني في مخاطر لان هذا الصاروخ يطلق من الارض ويذهب الى الفضاء فقد تحدث هناك بعض الاشكاليات الفنية والتشغيلية كذلك فيه نوع من التحديات الاخلاقية كذلك البيئية الانبعاثات وهذه الاجهزة لما تسقط على الارض كلها تؤثر على البيئة طبعا الآن ضمن المواضيع التي تناقش موضوع الحطام الفضائي يعتبر ضمن الاولويات الآن ايضا الدول تسعى لتطوير انظمة وقوانين ومعايير دولية للانشطة الفضائية التجارية وكذلك الحكومية لضمان استدامة الفضاء ما يمكن اي واحد عنده فكرة يطلق اقمارا فضائية ويتركها في الفضاء وتصبح حطام فلهذا يتم العمل الآن على استحداث انشطة واستحداث مجموعة من القوانين والمعايير لهذه الانشطة لضمان استدامة الفضاء بشكل افضل كمورد طبعا مشترك بين الدول لهذا الكوكب وتجنب النزاعات المحتملة مستقبليا طبعا اغلب الدول المتقدمة دول العالم الاول الآن تتنافس في اقتصاد الفضاء روسيا والصين وامريكا والمانيا لديها اقمار صناعية ولديها على الصعيد الحكومي وكذلك على الصعيد التجاري على صعيد الوطن العربي في مجموعة من المبادرات الجميلة مثل وكالة الامارات للفضاء تأسست في سنة 2014 واطلقت العديد من المشاريع الطموحة بما في ذلك شيء يسمى بمسبار الامل اطلقت هذا المسبار الى المريخ الذي يهدف الى دراسة الغلاف الجوي للمريخ ايضا من المبادرات في الامارات العربية مدينة محمد بن راشد للفضاء هذا مشروع يهدف الى تطوير البحث العلمي والتقني في مجال الفضاء ودعم الابتكار والتكنولوجيا ايضا على صعيد المملكة العربية السعودية يوجد هناك مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهذه المدينة تعمل على تطوير التكنولوجيا الفضائية كذلك اطلاق الاقمار الصناعية في هذه المدينة لاغراض الاتصالات ورصد الارضي ايضا من ضمن الدول دولة قطر قطر لديها مشروع اسمه قطر الاقمار الصناعية طبعا توفر مجموعة من الخدمات من ضمنها الاتصالات والبث التلفازي مما طبعا يعزز من مكانتها في اقتصاد الفضاء الاقليمي ايضا الوكالة المصرية للفضاء الوكالة المصرية للفضاء تعمل على تطوير قدرات مصر في مجال الفضاء بما في ذلك اطلاق الاقمار الصناعية لاغراض البحث العلمي والتنمية ايضا يوجد هناك مشروع اسمه الوكالة الفضائية الجزائرية ASAL وهذه الوكالة تعمل على اطلاق الاقمار الصناعية التي تستخدم في مجالات مثل الزراعة والبيئة وادارة الكوارف الطبيعية ايضا في المملكة المغربية في مشروع الاقمار الصناعية المغربية التي تهدف الى تحسين ادارة الاراضي ومراقبة الحدود المغربية بالاضافة الى دعم مشاريع التنمية طبعا هذه المبادرات الجميلة ورائعة من هذه الدول تظهر التزام هذه الدول بالمشاركة في اقتصاد الفضاء العالم الذي تتنافس وتتسابق حوله الدول واستغرار الفضاء لتعزيز التنمية الوطنية طبعا عبر الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الفضائية وتسعى هذه الدول الى تعزيز مكانتها في سوق الفضاء العالمي واستكشاف فرص جديدة للنمو والابتكار من ضمن المبادرات التي اطلقتها منصة اريد اكاديمية اسمها اكاديمية اريد لعلوم الفضاء والفلك وهذه الاكاديمية حقيقة تسعى الى موضوع التوعية بخصوص اقتصاد الفضاء والتكنولوجيا الفضائية والنجوم وعلم النجوم وتركز على الابتكار المستمر والتركيز ايضا على الاستدامة وما سيحقق ان شاء الله تعالى الفائدة والنفع لأعضاء منصة اريد وكذلك من المهتمين بالفضاء واقتصاد الفضاء وكيفية استغلال هذا العلم وهذه الاكاديمية بطريقة تخدم الجميع على المدى الطويل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة